بالرغم من وباء الكورونا السينمات لسه بتحاول ترجع زي ما كانت بأن أكتر من سنتين ركود في السينما خسارة كبيرة للأفلام والمنتجين بس لسه محاولات الاستمرار والرجوع مكملة وده لقناه الفترة دي خاصة مع الصيف وفي إرادات بدأت ترجع زي الأول إيه الأفلام الموجودة دلوقتي في السينمات ومين متصدر والأفلام قد إيه؟ خليكم معي ما تنسوش لو أول مرة تشفونا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس تنبيهات عشان تعرفوا كل الجديد إرادات شباك التذاكر في السينمات حققت الإسبوع اللي فات حوالي 12 مليون جنيه وطبعا تصدر شباك التذاكر فيلم مش أنا للنجم تامر حسن واللي تم طرح الفيلم الإسبوع اللي فات فحقق في أول إسبوع حوالي 10 مليون و300 ألف جنيه فحقق فيلم مش أنا للنجم تامر حسن النجاح كبير بعد طرحه على طول في دور العرض سواء على مستوى الإيرادات أو على مستوى تفاعل روايد مواقع السوشيال ميديا ووصل اسم الفيلم إنه يبقى تريند الأول على موقع تويتر وكان النجم تامر حسن احتفل بالعرض الخاص لفيلم مش أنا بأحد المولايات الكبرى بكتوبر وسط حضور عائلته على رأسه وموالدته وشقيقه المنتج حسام حسن وكمان زوجته وعدد من أصدقائه والفنانين اللي حضروا لتهنئة تامر حسن على الفيلم الجديد وبيتدور بقى قصة فيلم مش أنا حول مرض تامر حسني مرض نفسي بيصيبه واللي بتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسان بدر وهي محور حياته طوال الفيلم وكعادة تامر حسني من أنواع أفلامه بيكون كوميدي ودرامي فيلم مش أنا بيشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من مجد الكدواني وسوسان بدر وحلشيحة وكمان عدد كبير من الفنانين الفيلم وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراق سارة وفيد أما جي المركز الثاني لفيلم أحمد نوتردام لرامس جلال وحقق حوالي 19 مليون جنيه من بداية عرضه بقى له شهر وهو بطولة رامس جلال وغاد عادل وبيومي فؤاد وحمد المرغني ومن تأليف لقايي السيد وإخراج محمود كريم والمركز الثالث راح لفيلم ديدو لكريم فاهمي وهو بطولة النجم كريم فاهمي ومحمد سروت وهدى المفتي وبيومي فؤاد وحمد المرغني وأحمد فتحي ومن تأليف كريم فاهمي وإخراج عمر صلاح وحقق إجمال إرادات حوالي 14 مليون جنيه في 7 أسابيع من عرضه وجي فيلم ماما حامل للفنانة ليلة علوي في المركز الرابع واللي حقق خلال 4 أسابيع من عرضه 4 مليون جنيه وهو من تأليف لقايي السيد وإخراج محمود كريم وقتولة ليلة علوي وبيومي فؤاد وحمد المرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح وهدى الأتريبي وشريف ديسوئي وبتدور أحداثه في إطار كوميدي حول أسرة اللي هي ليلة علوي متزوجة من بيومي فؤاد وعندهم ابنين لهو حمد المرغني ومحمد سلام واحد منهم طبيب والتاني مخرج إعلانات واللي بيتفاجئوا بحمل الفنانة ليلة علوي في الفيلم وبتدور الأحداث في إطار كوميدي أما فيلم ثانية واحدة لدينا الشربيني محققش وأرباح كبيرة واللي تم طرحه من أكثر من شهرين وبطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وعولة رشدي وفتح عبد الوهاب وأحمد الفشاوي ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد ووصلت إجمالي إرادات الفيلم أربعة مليون جنيه من بداية طرحه ومن المتوقع أنه هيتم رفع الفيلم من دور العرض في الفترة اللي جاية عاوز أقرأكو في الإرادات دي وسؤال ليكو أنتو هترجعوا تاني تدخلوا السينما ولا لسه في تخوفات من فيروس كورونا موسيقى